الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية وخاصة طلبة الماجستير في الاقتصاد أقدم هذا المقطع تحت عنوان النقود والتضخم وأثر الفشر Money, Inflation and Fischer Effect أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة الأحباء والطلبة المتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا وعلى بركة الله نبدأ لنبدأ بنظرية كمية النقود نظرية كمية النقود التي هي Quantity Theory of Money أو ما تعرف اختصاراً بQuantity Theory هذه من بنات أفكار الاقتصاديين الكلاسيكيين وخاصة أيرفينغ فشر وزملائه من علماء الاقتصاد الذين كتبوا في أثر النقود في الاقتصاد بشكل عام ونبدأ بهذه المعادلة الغريبة هذه المعادلة تتكون من الطرفين الطرف الأيسر حاصل ضرب كميتين تساوي الطرف الأيمن اللي هي حاصل ضرب كميتين أخريتين ما هي M، ما هي V، ما هي P، ما هي Y M، ما هي كمية النقود المتوافرة في الاقتصاد في أي لحظة معينة فكمية النقود المطلوبة المعروضة اللي هي كمية الآن ذيه هذه يعني متغير غريب عليكم أحبتي ربما ذيه هي عبارة عن سرعة تداول النقود المقصود بسرعة تداول في هذا السياق هو عدد المرات التي يتم فيها إنفاق أو خلالها إنفاق وحدة العملة النقد يعني كأن نقول بأن السلطة المركزية في دولة ما السلطة المركزية مقصود فيها يعني السلطة النقدي المركزية أصدرت مثل مئة دينار أو دولار أو جنيه السلينة حسب الدولة التي تحدث عنها فهذه المئة دينار أو دولار أو جنيه السلينة أو ريال أو درهم إماراتي كم مرة أنفقت خلال فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة فإذن الآن كمية النقود في عدد المرات التي تم إنفاقها تساوي مستوى الأسعار بها m هذه هي كمية الإنتاج الحقيقية في الاقتصاد وبالتالي الآن عدد كمية النقود عفوا مضروبة في عدد المرات التي أنفقت في هذه النقود وحدات العملة تساوي مستوى الأسعار مضروب في كمية الإنتاج ما نلاحظ الآن بأن هذه المعادلة تتحدث بطريقة ضمنية بأن زيارة النقود لا تؤدي فقط إلا إلى زيارة أسعار فكمية الإنتاج هذه مستقلة عن كمية النقود لأن النقود فقط هي عبارة عن كمية من وحدات العملة تم إنفاقها كذا مرة في مرة أو سرعة تداول يعني خمس مرات عشر مرات وهكذا مضروق تساوي مستوى الأسعار في كمية الإنتاج نكمل الآن لابد أن نفهم السياق الآن الذي نتحدث عنه والفرق بين سوق النقود خلينا أميزها بلون أزرق سوق النقود Money Market مقابل سوق الأموال القابلة للإقراض إذن لدينا سوقان السوق الأول السوق الأول التحدث عنه سوق النقود Money Market أما السوق الثاني مقابل له فهو سوق الأموال القابلة للإقراض Loanable Fund Market وهو هذا المصطلح من ابتداع جون كينز بثلاثينيات القرن الماضي عندما كتب عن نظرية عامة وابتدع هذا المصطلح هي الأموال القابلة للإقتراض أو للإقراض لكن نتحدث عن أمدين الآن الأمد القصير والأمد الطويل إذن هنا لابد أن نميز بين الأدوات التمويلية وهي القروض طبعا هو المقصود فيها القروض في الأمد القصير القروض في الأمد القصير Short Run Loans هي من اختصاص سوق النقود يعني عندما يذهب شخص أو مؤسسة ما على مؤسسة مصرفية كمثلا بنك القاهر عمان البنك الأردني الكويتي البنك السعودي الألماني وهكذا فهو يقترض في الأمد القصير من سوق النقود أما مقابل ذلك يعني الأدوات التمويلية القروض في الأمد الطويل في الأمد الطويل وهي من اختصاص سوق الأموال القابلة للإقراض إذن هناك سوقان سوق الأمد القصير وهو سوق النقود وسوق الأمد الطويل وهو سوق الأموال القابلة للإقتراض الآن دعنا يعني نبين ذلك بيانيا عندي الآن عن محور الأفقي كمية النقود عن محور العمودي الآن سعر الفائدة وهنا سعر الفائدة الإسمي سعر الفائدة خليني أبين سعر الفائدة الإسمي هو سعر أو سميه nominal nominal interest rate هو سعر بيع النقود السائد من غير أي اعتبار آخر هذا الفائدة الإسمي nominal هناك مقابل له سعر الفائدة الحقيقي الذي يأخذ بعين الإعتبار معدل التضخم السائد في الاقتصاد إذن نتابع هنا على الرسم البياني التوضيح البياني هنا فهذا هو الآن الطلب على النقود demand for money في الحالة الأولى هاي وهي الآن عرض النقود عند المستوى MS1 طبعا تعلمنا بالنظرية الكلية مبادئ النظرية الكلية بأن عرض النقود يضبط ويسيطر عليهم من قبل السلطة النقدي المركزية البنك المركزي الأردني أو مجلس النقد السعودي أو الفيدرزير بانك في الولايات المتحدة أو بانك بإنجلند على المثال في بريطانيا وهكذا الآن التقاطع بين عرض النقود من جهة والطلب عن النقود من جهة أخرى هنا يلتقون الآن في نقطة توازنية هنا مخض عنها الزوج المرتب الآن M1 مقابل R1 وهو سعر الفائدة الاسمي لنفترض الآن بأن السلطة النقدي المركزية في البلد المعني قرر زيارة عرض النقد قرر زيارة عرض النقد عفوا ما يعني الآن إزاحة تامة ستحدث في منحنة سبلاي أو منحنة عرض النقد من M1 إلى M2 ما الذي يحدث هنا ما يحدث أنه نقطة تقافع الجديدة هذه النقطة سترأت السفلة وبالتالي الآن انتقل منحنة أول الكمية النقود التواجنة من M1 إلى M2 لكن سعر الفائد انخفض من R1 إلى R2 وبالتالي زيارة عرض النقد من M1 إلى M2 أدت إلى انخفاض سعر الفائد الاسمي nominal interest rate من R1 إلى R2 هذه تسمى سياسة نقدية توسعية لكنها لا تنفع إلا في الأمد القصير هذه سياسة نقدية توسعية ماذا يحدث في الأمد القصير دعنا ننضح على شكل المعادلة الآن هذا هو عرض النقد المسيطر عليه من قبل البنك المركزي أو السلطة النقدية المركزية في الدولة المعنية في البلد المعنية في الاقتصاد المعنية إذا ارتفع الآن MS ارتفع هذا السهم إلى معنى الارتفاع وإلى الأسفل معاته الخفاض فإذا الآن ارتفع عرض النقد هذا سيؤدي إلى أنه أسعار فائدة الخفض انخفاض أسعار الفائدة تؤدي إلى زيارة الطلب يعني كمية المطلوبة من الاستثمارات طلب عن نقود لأغراض الاستثمار ما يعني بأن الانفاق الاستهلاك سيزداد وبالتالي يؤثر إيجابيا على الناتج المحل الإجمالي الحقيقي الجي دي بي لكن كل ذلك لا يحدث إلا في الأمد القصير فقط في الأمد القصير فقط هذه السياسة النقدية التوسعية أثرها والعكس طبعا سيؤدي إلى انخفار عرض النقد إلى ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض الاستثمارات إلى انخفاض الانفاق الاستهلاكي وبالتالي انفاض الناتج المحل الإجمالي فالصورة معاكسة بتكون هذا إذا تحدثنا عن سياسة نقدية توسعية وتحدث فقط في سوق النقود بالأمد القصير الآن لنذهب ماذا يحدث في الأمد الطويل يكمل التناقض الظاهر الآن مع نظرية كمية النقود The quantity of money أنه هناك الآن هذه المعادلة بتقول أنه كمية النقود هذه مضروبة في عدد المرات التي تم إنفاق كل حيث عملي فيها تساوى فقط مستوى الأسعار مضروب في الناتج المحل الإجمالي أو الانتاج الحقيقي ما يعني بأن زيادة كمية النقود لا تؤدي لا تؤدي إلا إلى ارتفاع الأسعار بمعنى آخر تضخم ظاهر التضخم لا تحدث يعني على الأقل عندما نتحدث عن تضخم نقدي فهذا التضخم نقدي يؤدي إلى تضخم بالأسعار كما نراه في المعادلة حسب رأي فيشر وزملاء ومن الباحثين عفواً هنا التناقض الظاهر مع النظرية طبعا نظر كمية النقود ماذا في أن ارتفاع كمية النقود متلاول هو الطرف الأيسر هذا لا يؤدي إلا إلى ارتفاع السعر وبالتالي يبقى الآن كمية الانتاج ثابتة لكن هذا لكن ذلك صحيح في الأمن الطويل في الأمن الطويل يتغير الحال ونرى الآن ما الذي يحدث لاحظ الآن أنه الآن عن محور الأفقي loanable fund هاي LF loan able fund اللي هي الأموال قابل إقراض كما ذكرناها قبل قليل في الشريحة السابقة وعندي الآن عن محور العمودي هو السعر الفائدة الحقيقي R الحقيقي سعر الفائدة الحقيقي شو تعريف سعر الفائدة الحقيقي سعر الفائدة الفائدة الحقيقي يساوي السعر الاسمي السعر الاسمي بعتذر عن الخط يعني لأنه الشاشة الصغيرة مطروح منه الآن مطروح من ماذا من معدل التضخم معدل التضخم الآن لنرى كيف يعني يؤدي ذلك إلى توازنات جديدة في الأمد الطويل من خلال الرسمة البيانية ذاتها هذا الآن demand for loanable fund عند الموقع DLF وهذا supply هو عبارة عن الدخارات التي يقوم بها الأشخاص المختلفون فبالتقي supply أو العرض الأموال القابلة للإقراض مع الطلب على الأموال القابلة للإقراض بلسقه فيه نقطة معينة دعنا نقول بأن هذه النقطة أدت إلى تمخض أو بروز زوج مرتب الفستار هذه التي هي كمية النقود القابلة للإقراض التوازنية مع سعر الفائد الحقيقي لنفترض بأنه 7% الآن سعر الفائد هذا 7% سيبقى 7% إذا افترضنا ما؟ إذا افترضنا بأن معدل التضخم يساوي صفراً هذا السعر افترضنا بأن معدل التضخم يساوي صفراً لأنه السعر الحقيقي سعر الفائد الحقيقي يساوي السعر الفائد الاسمي مطروح منه معدل التضخم فلنفترض بأن الآن سعر الفائد الحقيقي يساوي 7% وكان سعر التضخم ساوي صفراً معه سيبقى الاسم يساوي الحقيقي أما إذا كان سعر الفائد الاسمي 7% والتضخم مثلاً 3% فبكون الاسمي يساوي بالحالة هي 10% يعني الفرق بيناتهم يكون هو معدل التضخم فنكمل الصورة هنا التناقض الثاني مرة يعني مع أنه هنا حسب إيرفينغ فيشر ورفاقه من أصحابنا هذه النظرية اللي هي الكوانتوتير وماني بتقول أنه كمية النقو المضروبة في عدد المرات التي تم انفاق كل واحدة عملة منها تساوي فقط مستوى الأسعار مضروب في كمية الانتاج وبالتالي ارتباع كمية النقود لا يؤدي إلا إلى فقط ارتباع الأسعار وبقاء كمية الانتاج ثابتة الآن هاي الآن الصورة الفعلية كما تصورها تتصورها يعني الآن النظرية النقدية الحديثة بالتعاون طبعاً والاستناد إلى النظرية كمية النقود المحور الأفق الآن لون بالفند كمية الأموال المطلوبة والمعروضة للإقتراض سعر الفائدة الحقيقي هو على المحور العمودي الآن هذا الكمية المطلوبة في الحالة الأولى كما ذكرناها قبل الديماند فور بني لون بالفند طبعاً عند المستوى الأول هنا وهذا السبلاي اللي هو العرض السبلاي التقوا فيه نقبة معينة وبالتالي الآن تنوخض عنها زوج المرتب الأفون مقابل سعر الفائدة ذكرنا قبل قليل 7% لنفترض الآن بأن معدل التضخم المتوقع كان 3% ما يعني بأن المقرضين لا يقرضون إلا عن مستوى معدل R هذا معدل سعر الفائد الاسمي 10% لأنهم بالحال ههاي إذا أقرضوا عندها مع أخذ بيعني اعتبار بأن معدل التضخم 3% هذا يعني أنه يخسر هناك opportunity cost أو خسارة حقيقية تتحقق من جراء أنهم لم يأخذوا أن هناك حال التضخم اللي بيحدث في هذه الحالة أنه سيحجم المدخرون الذين يقررون أموالهم عند هذا المعدل عن الاقتراض أو الآن ما يحدث إزاحة تامة إلى الخلف إلى اليسار من الموقع S1 إلى الموقع S2 هذا بالوقت نفسه التضخم يضر بالمقرضين إذا لم يأخذوا باعتبار زيارة معدل الفائدة لكنه ينفع المقترضين لأنه يعني تحصيل حاصل بأنهم يدفعوا سعر فائدة في تضخم تضخم نقدي وبالتالي وتضخم بالأسعار هنا ما يحدث الآن بأن المقترضين على استعداد أنهم يقترضوا عند مستوى أعلى من الفائدة لكن نفس الكمية ما يعرض الآن يصير عند انتقال الآن إلى اليمين من الموقع هذا خلينا أميزه باللون الأزرق اللي هو من موقع هذا إلى موقع هذا وبالتالي التوازن النهائي بيكون عند هذه النقطة الصفراء هذه وبكون سعر الفائدة الاسمي يساوي 10% هذا هنا طبعا يساوي الحقيقي زائد 3% التضخم هنا هنا يجب أن نضيف يعني هو الآن حقيقي زائد nominal أو اسمي لأن نوخ بين اعتبار النوعين هنا وبالتالي هذا هو سعر الفائدة الاسمي لكن هذا هو سعر الفائدة الحقيقي اللي تم الآن اتفاق بين المقرضين والمقترضين عند هذه الكمية من النقود المقترضة لكن أرجو هنا أن نضيف سعر الفائدة الاسمي عليها حتى تكون واضحة هذه الحالة كما نسميها نحن بالاقتصاد الكل بالنظرية النقدية هذا أثر فشر شو أثر فشر عندما الآن يكون هناك تضخم فإن أسعار الفائد الاسمي ترتفع للتعويض عن هذا التضخم وتبقى كمية النقود القابل الاختراض والأموال قابل الاقتراض والإقراض ثابتة عند المستوى نفسه عند المستوى نفسه أرجو أن أكون قد قدمت الفائدة المرجوة من هذا المقطع لكم أحبة الطلبة خاصة طلبة الماجستير وإلى لقاء آخر بإذن الله قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته